قبل ما نبدأ الفيديو وليت ما تنسوش تشتركه في قناة احمد فتح الله اللي هيتم فيها نشر فيديوهات متنوعة كل خميس الساعة 8 والرابط هسيبه لكم في الوصف وفي اول تعليم مسبق ده هيكون ملاحظ الحلقة التانية من المسلسل ولو حابين تحضروا ملاحظ الحلقة الاولى هتلاقوا في الغاي اللي فوق بتبدأ حلقتنا التانية في اندونيسيا 2003 وبنشوف شرطة بيدوروا على واحدة في مطعم وفعلا بيلوها وبياخدوها معهم واسناء الطريق بيقول لها الظابط ان هما جيبينها لانها ايبو عالمة الفطريات وبيفاهمها ان هما يفتكروا ان في فيروس طارع جديد في العالم ولكن العلماء عارفوا ان هو فطر مش فيروس وعلشان كده جابوها علشان يعرفوا هو ايه فبيوصلوا ايبو للمختبر الخاص بالدولة ولما بيتشوف الفطر في الميكروسكوب بتقول ان هو فطر اسمه كورتيسيبس ولما الظابط بيدخلها على حالة ميتة بعد ما تم عدها بتلاقي ايبو ان العد غريبة جدا ولما بتتاكد من بقها بيتخاف جدا لما بتلاقي جوه شيء غريب ينمو وبيتخافه وبتخرج من الغرفة وبعتها بتعرف من الزابط ان الستة ديت ماتت في مصنع لدي وانها مرة واحدة بيت عدائية فحبازوها الموظفين في الحمام والشرطة جات وهي تعاركت معهم وعلشان كده اتلوها وبيعرفها ان اللي تعضوا منها تحت الملاحظة حاليا فبتسأل ايبو مين اللي عضها وان بما انهم لسه ملاقوهوش فده معنا ان هو لسه طليق وبيقولها الزابط ان المشكلة الاكبر ان في 14 موظف مختفي وديات مصيبة بسبب انهم ممكن يكونوا تعادوا وبيقولها ان العالم محتاجها جدا علشان تمنع ان تشار الوباء فبتقول ليه الحقيقة وهي انها علامة بقالها كتير جدا وان الوباء اللي زي الفطر ده ماروش علاجه وبتقول له الحل الخطير واللي هو ان الحكومة تقصف كل الاماكن اللي بشتبه فيها ان موجود هناك مصابيا وبنرجع لبوستن سنة 2023 وبنشوف ايلي اللي بتصحب النوم وبيكون جول ويتسم استنيانها علشان يفهموا منها ازاي هي اتعدت وبيت سليمة وبيكون جول شكك فيها وبيهدتها بالسلاح وبيستغربوا جدا انها اتعدت بس لسه سليمة وبتقول ليه ليهم ما يلاقوش لانها اتعدت من فترة وان مارلين قائدة الفاير فلايز خدتها وقتها وفضلت تحطها تحت الحراسة علشان تتأكد لو هي تصبت ولا لا وانها اتفجت هي كمان لما عرفت انها ما تصبتش ولما بتكون بعيدة عنهم بيكون جول حذر جدا وبيقول لمراته ان ايلي هتتحول وان بما انهم قريبيا من منطقة الحجر الصحي المفروض يدوروا على بطارية دانية ويسيبوا البند بدل ما يكملوا في شغلانة مارلين بس تيس بتقولوا ان دات فرصتهم الوحيدة وقتها بترجع ليهم ايلي وبتسألها تيس هي ليه مهمة لمارلين وبتخطر علشان تنقلها لجماعتها اللي برا المدينة فبترد ايلي وبتقول ان فيه اطباء لجماعة فاير فلايز برا المدينة في المكان اللي هتتنقل فيه وانهم عايزين يختروا علاج وان العلاج ده هيتم اطلاقه عن طريقها لانها الوحيدة اللي في العالم اللي تم عضها وما تحولتش الوحش فبتقتنع تسب كلامها وبتوافق مع جول يكملوا خطة علشان البطارية وكمان يخلصوا من الوباء ده وبنشوف ان هم بيخرجوا من المدينة اخيرا ووقتها ايلي الاول مرة بتكون بتشوف المدينة اللي اتولدت فيها من برا وبيكون فعلا العلم متضمر وبيشوف وصال القصف اللي عرفنا ازاي حصل في الاول علشان يقضوا على الوباء بس برضو ما عرفوش وبيقفوا دم طريق لو اطعوا بسرعة هيجموا عليهم المصابين ولو اطعوا ببطئة هيتنقوا بس هياخدوا وقت اطول فبيقولوا ان الافضل يطلعوا لمبنى الفندق الاول علشان يكشفوا المنطقة من فوق وفعلا بيبدأوا في طريقهم ولما بتسأل تسئلي هيت عادت امتى بتقول لها في المجمع التجاري اللي في منطقة الحجر الصحي وبتعرف انها سللت ليه لانها ممنوع الدخول فيه وبتقول لها انها كانت لوحدها لان ما فيش لها اي افراد عيلة وفجأة بيسمعوا صوت صريخ وبيعرفوا ان في مصابين قريبين منهم وفعلا بيدخلوا الفندق وبيكون جول حازر جدا ومع السلاح بتاعه وبنشوف انهم لما بيطلعوا لدور الغرف بتكون كل الغرف مقفولة فبتقول تس انها هتطلع برا الفندق وتدخل الغرفة وتفتع لهم من جوة بس ليه بتقول انها اصغرهم هتفشل تماما وفعلا هي بتطلع من الحطم وبيتكون في طريقها للغرفة ووقتها بيعرف جول ان ايلي عندها سكين وبتعرف ايلي منه ان بما انه في الوباء ده بالو سنين فعارف ان في مصابين بيعيشوا بالشهرين ومصابين تانيين بيعيشوا حتى بالعشرين سنة وبيقول ان هو بالرغم ان هو قتل ناس كتير منهم بس بيحس بالزن بالساعات لما بيفتكر ان هما كانوا ناس زيه في يوم من الايام وبينشوف ان يتيس بتكون وصلت الغرفة وبتفتح لهم من جوة وبيداروا عن طريق البلكونة يشوفوا المدينة عاملة زي من فوق وبيكونوا في مصابين كتير جدا في طريق الوصول السريع وبيتلاحظ إلي ان المصابين متصلين فبيتقول لي هاتس ان الفطر اصل العدوى بينمو تحت الارض زي الاسلاك وفي منه بيوصل لمائة وستين متر وبتفهمها انها لو داست على بقعة من الفطر اللي في الارض ده هتودي كل المصابين ليك وبيقول جول وقتها ان ما فيش حل غير ان هما يروحوا لمنطقة الحجر الصحي عن طريق المتحف وفعلا بيوصلوا ليه وبيكون المكان مخيف جدا فبيتقول إلي انها عايز سلاح بس جول بيرفض لانه لسه مش واسق فيها فبيدخلوا المتحف اللي بيكون ظلمة جدا وبالصدفة بيلاوه شخص ميت بس بطريقة عنيفة ومش بيكون بطريقة العد وبيفهموا ان المصابين اكيد بيتطوروا وعلشان كده بيقرروا يسكتوا خالص بدل ما حد يعرف مكانهم وبيفضلوا يتحركوا في المتحف بس لما بيدخلوا مكان معين الحطام بتاع على الباب وبيتحبسوا جوا والمشكلة ان هما بيسمعوا صوت المصاب جوا المكان اللي هما محبوسين فيه وفعلا بيجي لهم وبيكون هما خايفين منه جدا وبيكونوا مش شايفهم وبيتبع الصوت بس اول ما إلي بتعمل صوت بالغلط بيحدد المصاب مكانهم وبيحاول جول يتعارك معاه وبيبعدوا عن تسو إلي اللي بيهربوا وبنشوف ان جول بيستخبه هو كمان وما حدش فيهم بيعمل صوت فبيبدأ المصاب تاني يحاول يحدد الأصوات وبسبب ان هما اتفروا بيروح جول لإلي علشان يتجمعوا تاني بس بالغلط بيدوس على إزاز مكسور فبيهاجمهم المصاب وبيكون قوي جدا ومش بيموت من ضرب النار لحد ما بيقدر جول يضربوا بروسسة في رأسه ووقتها بييجي مصاب تاني بسبب الصوت بس برضو بيقدر جول يتخلص منه ووقتها بيعرف ان تسكح لها اتلوى بسبب الجاري وبيتفاجوا ان إلي تعض التاني في الإيد وده معنا ان المفروض لسه لها من ساعتين لأربع ساعات علشان تتحول بس هما بيكونوا مش فاهمين يعملوا ايه لانها تعافت من عضة قبل كده وفي نفس الوقت بيخافوا اللي تتحول المرة دي ووقتها بيعالج جول التواكح المراته وبينشوف ان هما بيتناشوا على عضة إلي للمرة التانية ووقتها بيكونوا خرجوا من المتحف وبيكملوا في طريقهم لمنطقة الحجر الصحي واسناء الطريق بيكون برضو جول الألان من إلي ولما بيوصل للمنطقة المحددة بيقرر يستكشف الأول المكان قبل ما تسوي إلي يدخلوا معاه بس بيتصدم لما بيلاقي دم وصد المنطقة وبيدخل هو وتسوي إلي بس بيتصدموا ان كل أطباء المنطقة تقتلوا وده معناه ان الخطة فشلت وبيكونوا مش عارفين يعملوا ايه دلوقتي لانهم ما عملوش حساب ان ده يحصل من الأول وبيعرفوا ان فيه واحد من الأطباء اتعض وقتل باقي الأطباء لحد ما جيب مصاب تاني ليه وقتلوا وبيفضلوا يدوروا على جهاز لاسلكي أو اي حاجة تخليهم يتوصلوا مع منطقة حجر الصحي تانية وساعتها بيقول جول لتيس يلا علشان يرجعوا البوستن بس هي بتتعصر عليه وبتكون عنيفة وبتقولوا انها هتفضل هنا فبتقولوا إلي انها غالبا اتصابت بالعدوى لانها باعت عدائية فبيتصدم جول وبيتأكد من تس وبيعرف انها فعلا انتعضد وبتكون بدأت تتعيدي وبتستغرب ان إلي فعلا اتعافت للمرة التانية وبتقول جول يوديها لبيل وفرانك وانهم يهتموا بيها بس جول بيرفض وبيقول ان هو مش هيسلمها لحد الا لمنطقة الحجر الصحي لانها فعلا علاج للوباء وفي الوقت ده مصاب بيقوم وبيكون هيقتلهم بس جول بيقتله في نفس اللحظة اللي هو فيها بيلمس الفطر اللي قالت عليه تس وفعلا كل المصابين بيعرفوا ما كان جول وإلي وتس وبيتجهوا ليهم فبترمي تس بنزينة على الارض وقنابل وبتقول لي جول وإلي يمشوا بسرعة وفعلا جول وإلي بيهربوا وفي الوقت ده لما المصابين بيدخولوا المكان هي بتفجرهم كلهم عن طريق الشوالة وبيكون جول حزين جدا على امراته موسيقى اشتركوا في القناة